سأل الله اليك يا شيخ نعم التثويب من ادام صلاة الفجر يكون في الاول او الثاني التثويب ايه نعم يعني يكسق في الاقامة وفي الادان في الادان ما في اول ثاني ما في الآن اول الفجر يا رجل اقرأت الفجر ما في الآن اول الفجر برك الله فيك ايه نعم اللي قبل يا شيخ أن يقبل الفجر الذي قبل الفجر هذا ليس أذانا للفجر فإن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم لم يقل نؤذن بليل ليخبركم بالفجر والأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فلنؤذن لكم أحدهم فالأذان الأول الذي يسمى أولا هو في الحقيقة ليس للفجر لكنه لمن يريد أن يقوم في الليل والتغيب الذي هو قول الصلاة خير من النوم إنما يشرع في أذان الفجر الذي هو الأذان بعدة العدس وما ورد في الحديث إذا أدمت الأول لصلاة الفجر فالمراجب الأذان المراجب نعم عن مراجب الأذان للفجر لكن سمي أولا بالنسبة إلى الإقامة لأن الإقامة تسمى أذانا كما قال رسول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة نعم وكذلك أيضا كما جاءت أهدن عمر أظن أنه سئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر فقال كان يصلي ركعتين بعد أذان الفجر كأن الأذان بين أذنيه قال الرلم المراجب الأذان هنا الإقامة يعني كأنه يقيم بمعنى أنه يسلق في سنة الفجر لأن السنة في سنة الفجر أن تخففها فالمهم يا أخي أن التثويب وهو قول صار خلون النوم إنما يكون في الأذان الذي بعد فلوع الفجر اللي يفعل بالحظم يا شيخ الحظم مش يفعل بي في هذانين يا شيخ وينه فيه في الحظم للفجر ما في هذان الفجر قبل قبل يعني قبل الوقت هذان عذب لا هذا ما هو الفجر هذا لإرجاع الطائم وإيقاظ النائم وينجد أيضا في غير الحرف حتى بمثال عندنا هنا في عنيزة قبل فجر ساعة واحد نصف ساعة حسب المهم أن لما كان قبل دخول الوقت فليس أذانا للصراح خذ هذه طائمة